أما النفط الليبي مشاهدين فهو يشكل أهم ملفات الخلاف بين فرقاء الصراع المستمر لسنوات طويلة دعونا نتعرف مجددا على قطاع الثروة الليبي الذي ما زال يثير صراعا دوليا صامتا يشكل النفط في ليبيا نحو 94% من موارد البلاد التي اكتشف فيها النفط لأول مرة عام 1958 وبدأ انتاجه رسميا عام 1961 تحت الليبيا المرتبة الخامسة عربيا من احتياطي النفط في البلاد الذي يصل إلى 48.36 مليار برميل بحسب تقرير لأوبك صدر عام 2019 حقل الشرارة النفطي يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وهو يبلغ انتاجه 300 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط يوجد في ليبيا موانئ عدة لتصدير النفط من بينها من الحريقة النفطية الذي هو موجود في مدينة طبرق إلى جانب كذلك من الزويتينة الموجود في منطقة أجدابيا شرق ليبيا إلى جانب يضاف إلى الهلال النفطي هي موانئ البريقة رأس لانوف والسدرة وهي الموجودة وسط ليبيا إلى جانب من أي أزاوية ومليطة غرب ليبيا تشرف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على عملية تصدير هذا النفط في بواخر نفطية تصل حمولتها إلى أكثر من مليون برميل شهد انتاج النفط في ليبيا تقلبات حادة في الأعوام الأخيرة وذلك بسبب الهجمات المسلحة والاحتجاجات والإغلاق المتكرر للموانئ والحقول النفطية عقب أحداث الثورة الليبية عام 2011 كلف إغلاق المنشآت النفطية ليبيا أكثر من 135 مليار دولار منذ عام 2014 حيث أن إغلاق موانئ النفط عام 2013 وحده تسبب في خسائر بقيمة 100 مليار دولار ونفذ الاحتياطات من العمولات الصعبة منذ عام 2013 إلى عام 2016 أما أبرز الشركات العالمية العاملة في ليبيا فمن بينها شركة إني الإيطالية وهي تعد إحدى أكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا هذا إلى جانب شركة توتال الفرنسية وأيضا شركة شلومبرغر أيضا هي فرنسية يضاف إليها أكسون موبل، كونوكو فيليبس، بيكر هيوز وحالي بيرتن الأمريكية